التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وقه رئيس عبدالفتاح سيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائي الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية اطلع الرئيس السيسي على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأغذف الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لسيما تربينة الرياح والألواح الشمسية وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وقد استعرض وزير الكهرباء المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة ومستجدد التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه الرئيس السيسي باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل وصلت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة لقاءة الحوار الوطنية حيث التقى وفد التنصقية نائب رئيس مجامعة الأقصر حمدي محمد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وتحدث وفد التنصقية عن أهمية التواصل المستمر مع الشباب في بناء الجمهورية الجديدة وإتاحة فرص ومساحة كبيرة للشباب لتقديم أرائهم وأفكارهم مؤكدين أن الحوار الوطني ينقش جميع المحاول والملفات وأن قضية تغير المناخ من الملفات ذات الأهمية أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ناجم ميقاتي أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال ووفق نصوص الدستور واعتبر ميقاتي أن مرسوم استقالة الحكومة يفتقر إلى أي قيمة دستورية وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وقع مرسوبا بقبول استقالة حكومة ناجم ميقاتي ويعد القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ اللبنان حيث تقتضي الأعراف الدستورية أن يتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة مع مرسوم تكليف الحكومة الجديدة وذلك للتفادي الفراغ الحكومي التام أعلن مركز التنصيق المشترك أن الوفد الروسي المشارك في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للصفن المحملة بالحبوب الأوكرانية سينسحب الأجل غير مسمى وكانت روسيا قد أعلنت تعليق تقيدها بالاتفاق بسبب هجوم مكثف بطائرات مصيرة استهدف سفن عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستقول بشبه جزيرة القرن أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا في خطاب النصر أن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة وشدد دا سيلفا على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقصمة في حالة حرب دائمة مشيرا إلى أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ وكان لولا دا سيلفا قد انتخب رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه رئيس المنتهي ولياته جاير بورسنارو وذلك بنسبة خمسين فاصل ثلاثة وثمانين من مئة بالمئة مقابل تسع وأربعين فاصل سبعة عشر من مئة بالمئة وذلك وفقا للنتائج الرسمية ورياضيا تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى المرحلة الثالثة والنهائية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما وذلك بعد فوزه على منتخب إسواتيني بهدف ندون رد في المباراة التي جمعتهما على أستاذ الأسكندرية في إياب المرحلة الثانية من التصفيات سجل هدف منتخب مصر الأولمبي واللقاء الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة السبعين ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الزامبي في المرحلة النهائية للتصفيات وذلك بعد أن تأهل زامبيا لنفس الدور عقب الفوز على سيراليون ختم مجز التاسعة فاصل أورو لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر